مرة تانية بنكمل كلامنا ولأنه الأسئلة فرصنا كتيرة وكبيرة والملفات أكبر بكتير من إننا نقشة في نص طاعة إحنا هناخد حضراتكو كده وبعد إذن ضيوفنا الأفاضل في جولة سريعة على أشهر أربع خمس مواضيع إحنا طول وقت بنسمعهم حتى في الأخبار وعاديين نفهم بس بشكل بسيط إيه تأثيرهم علينا أول حاجة فكرة ارتفاع أو قفازات سريعة في سعر البترول القفازات العالمية إحنا هنا في مصر يعد تقييم أو بعد ما يعد تقييم سعر البترول كل ثلاث شهور مثلا فإذا هيأثر علينا إزاي نفهم النقطة دي وكمان إحنا سؤالنا اللي كنا بنسأله الدكتور علي حركة التجارة العالمية اللي أصلا متضررة كيف ستتأثر أكثر بعد ارتفاع سعر النفط قولي كده في جملتين اشرح لي البترول أصلا أو حركة التجارة العالمية أصلا بعافية ده لسه كنت بتقول لنا بعد البترول ومع التفاعات الشديدة جدا اللي احنا تابعناها بالنسبة لأسعار النفط احنا ابتدنا لنتخطى يعني حدود الـ 105 تقريبا أكيد دوت هيأثر بشكل كبير جدا على التكاليف الخاصة بالشحن والتوريد كمان إن المنطقة كمان بشكل أو بآخر فكرة إن احنا بنتعامل مع شركاء تجاريين من ضمنهم أكيد روسيا وإيقانيا في ملفات عدة من ضمنها الأمحدة أكيد هيأثر بشكل واضح على الشحنية وعلى حركة التجارة فبالتالي دي كلها هتأثر بشكل كبير على مستوى الأسعار والتكاليف بعد كده خاصة بالاسترات فدي كلها جملة من المشاكل بتحرك بجانب كمان إن احنا فكرة إن البترول تبتدي أسعار ترتفع يمكن حضرية كبتالية تسكير الجسر خاصة بلجنة التسعير وهل الأسعار البنزين ممكن تتأثر ولا لا خلال الفترة القادمة من ورط طبعا وأكيد إن هي هتتأثر لأن احنا بنتحدث عن بهمين نفط إحنا كنا مقدرينه في الموازنة في حدود الواحد وستين دولار تقريبا لما يبتدي إن هو يوصل لفوق الميت دولار حوالي مية وخمسة مية ربعة أكيد ربعا ده هيأثر علينا بالسلم وهيأثر كمان على حجم المصفات بتاعتنا كل دولار بيزيد في برمية نفط بيزود المصفات تبقى للتقدرات حوالي 3.5 مليار جنيه فبالتالي ده كمان زيادة بشكل كبير في حجم المصفات فكرة التسعير بالنسبة لبنزين أكيد هيحصل فيه تحرك إحنا شفنا تحرك ثلاث مرات يمكن أو ثلاث زيادات الفترة اللي فاتت وارد جدا يبقى خلينا وقعيين وما نبقاش بنغالي في الأوضاع مستقرة لا طبعا دي من التحدي